اشتركوا في القناة حول إلى من ألتجئ ما سنسول وعندما سنذهب أنا كان عني من صحتي صحتي عندي فيها وعكات في الدماغ في المعيدة في الكبد في القلب في أي مكان من الجسم كان هناك مجموعة من الأسئلة وهناك مجموعة من الأمور التي توقف عندها الإنسان وهو حائر إلى من أشتكي بتي وحزني فالأمر يجب أن يكون جد بسيط الله سبحانه وتعالى أعطنا رجال ونساء في هذا المجتمع لسمهم بأهل الدكر وأهل الدكر مخصص فيهم الطبيب أو لخص فيهم الصيدلي أو لخصص فيهم المتخصص في التغذية لا أهل الدكر أينما كان هناك متخصص وأينما كان هناك من سيفيدك فالجأ إليه بدون أن تترطن سير عنده أي واحد حسيت بأنه كتطبئاً له وحسيت بأنه يقدر يخلصك من الوعقة التي كنت فيها سير عنده لكن اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون مش هيتمشي عند أي واحد وتقول دبا هذا لقى لقى عليه لقوا عليه الناس الجواب ولقوا عليه الناس راحتهم وغانمشي لا دائماً يسألوا أهل الذكر وش كلهم أهل الذكر ناس اللي تعلموا ناس اللي قراءوا ناس اللي أولاً عندهم خوف الله في القلوب ديالهم ش كلهم هاته الناس كان عندي الأطيباء لا يمكن تشي واحد ينكر المجهود والعلم اللي كان عند هاده الناس هاده وقراء ما يزيد على سبع سنين بعد الباكالوريا وتخصص في هذا المجال هاده وعرف المكونات ديالجسم وعرف التفاعلات اللي كان بما بالمكونات ديالجسم وعرف حتى الأدوية وكيفاش كتفعل مع المكونات ديالجسم هذا الرجل هذا الرجل الذي تعلم على يد علماء لا يمكن لأحد في يوم من الأيام أن يستصغر شأن الطبيب وهذه طرهات اللي ما يجيوك يقول لك أنا عيت ما نشي عن الأطيباء مش عيت ما تشي عن الأطيباء انت اللي ما عرفتش تاخد الحكمة وما عرفتش تاخد يعني الطريقة المثالية اللي يعطاها لك الطبيب يستحيل أن رجل عالم يعني يذهب بك إلى الخطأ ثم كان الرجل الثاني وهو الصيدلاني الصيدلاني كذلك ناس اللي قرأوا خمس سنوات بعد البكالوريا وداروا أبحاث ديالهم كذلك وخلال التجربة تراكمت عندهم التجارب والآن ممكن أنه صيدلاني يوجهك ويعطيك من الحكمة ويعطيك من الأشياء التي من خلالها ممكن أن تسترجع وتخرج من الوعكات الصحية إلى صحة جيدة هذا كذلك تتلمد على يد متخصصين وتتلمد على يد علماء في مجال الطب فكل متخصص يعد من أهل الذكر وبالتالي بحال هذا النساد ممكن أن نلتجأه اليوم ثم عندنا كذلك المتخصصين في التغذية هناك نوع جديد أو لا ما يسمى بجيل جديد من هذا المتخصصين في المجال ذي التغذية لولو ليس فقط يقرأوا غير على التغذية والمكونات الغدائية بل أصبحوا كذلك يفهم ويقرأون على ما يسمى بمكونات الجسم والتفاعلات التي تكون داخل الجسم هذه النساد لتلمدوا كذلك على يد علماء وتتلمدوا على يد متخصصين في المجال ثم درسوا كما يقول بالطريقة الأحادية وكانوا عصاميين في هذا الأمر ممكن كذلك أنهم نلتجوا لهم إذا كانت لهم المعرفة وشهد لهم بأن لهم لحقهم في هذا المجال وفي هذا المعرفة كذلك ممكن أن نلتج إليهم لمعرفة أو للخروج من وعكاتنا الصحية إذن لا ينبغي لي أن نقول هذا غير صالح أو لأن أقول للتاني غير صالح لأنك إذا ضربت في العالم فإنك تضرب في نفسك وإن ضربت في المتخصص فإنك تضرب في نفسك وهذا الأمر لا يجب أن يكون كذلك يجب أن يكون هناك تكامل وتفاعل إيجابي وما بين هذه المكونات ولما تقول الطبيب والصيدالاني والمتخصص في التغذية ثلاثة الناس يشكلوا العناصر متكاملة فيما بعضهم وكيتشكلوا الركائز اللي كتعطيني واحد توازن وأنتم ما كنتشوف غير الطاولة الطاولة إلا كانوا عندها ثلاثة درجلين كتشكل توازن نهارك نهارك تحيي لها واحد من هذه الأرجل ممكن أن هذه الطاولة تسقط ولهذا لا 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 نحن لا 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 تسقط وله صحة المتتبعين لقناة الدكتور محمد أحسين تسقط بغينا صحة لجميع المغاربة وجميع المتتبعين داخل الوطن وخارجه أن تكون لهم بإذن الله صحة جيدة إلى من ألتج إلى من أعود إلى من أشكي حزني وهمي إلى الطبيب أو إلى الصيدلاني أو إلى المتخصص في التغذية الذي أخذ طريقه إلى ما يسمى بطبي إعادة البناء هذه الرسالة إلى كل من يهمه الأمر لكم مني أفضل تحيات الدكتور محمد أحسين اشتركوا في القناة